بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس كيميا 23 معكم معلمتكم العنود ناصر اعتابين ورحبت أستاذ الوقت للإشارة صالح العجان اليوم بإذن الله سيكون القانون الثاني من قوانين الغازات وهو قانون شار نحن في الباب الرابع الغازات في الدرس الأول قوانين الغازات ماذا تعلمنا في الحصاء الماضية؟ كانت عن تجربة أولاً استهلالية ثم قانون بويل مسائل تدريبية ثم مختبر حل المشكلات اليوم سيكون بإذن الله قانون شار رسم العلاقة بين درجة الحرارة والحجم استخدام قانون شار ثم بعد ذلك تطبيقات ومسائل تدريبية قوانين الغازات الفكر الرئيسي فيه إن تغير الضغط أو درجة الحرارة أو الحجم لكمية محددة أو ثابتة من غاز ستؤثر على المتغيرين الآخرين أهدافنا تكتب العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة والحجم لمقدار ثابت من الغاز في الدرس الماضي عرفنا علاقة بين الضغط والحجم عنده تبوى درجة الحرارة اليوم سيكون متغيرين آخرين تطبيق قوانين الغاز على المسائل التي تتضمن الضغط ودرجة الحرارة والحجم لمقدار محدد من الغاز سنقوم أيضا بحل المسائل التدريبية قانون العلمي يصف علاقة في الطبيعة تدعمها عدة تجارب مثالاً على ذلك الطاقة لا تستحدث من العدم ولا تنعدم ولكن تتحول من شكل إلى شكل آخر كذلك توجد قوة تجادب بين أي جسمين في الكون والسرعة التي تبتعد بها المجرة من المجرات عنها تتناسب طردياً مع درجة أو مع المسافة بينها وبين الأرض ما هي مفرداتنا الجديدة لهذا اليوم سيكون الصفر المطلق وقانون شار نعود إلى هذه التجربة الاستهلالية هذه الصورة لحظنا فيها أن محيط البلان قد قل بعد غمره في الماء والثج لماذا حدث ذلك؟ لماذا حدث أو قل الحجم عندما غمرناه بالماء المثلج؟ إذن لاحظ هذه الصورة عندما تترك كرة القدم في مكان في ظل ماذا يحدث لها؟ يقل حجمها أحسنتم إذن لاحظنا أن كرة القدم تظهر غير منتفخة إذا تركت في مكان بارد فترة من الوقت ماذا يحدث إذا عدتها إلى الشمس؟ ستنتفخ أحسنتم إذن في حين تراها منتفخة جيداً إذا تركت في مكان مشمس فلماذا يختلف مظهر الكرة ما بين الظل والشمس؟ ماذا يحدث لها؟ إذن سنجيب عن هذه الأسئلة من خلال تطبيق قانون شارل هذا اليوم بإذن الله قانون شارل هو يربط الحجم مع درجة الحرارة والسؤال هنا كيف قام شارل بربط العلاقة ووجد العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة؟ درس جاك شارل هذا هو جاك شارل فرنسي هو فيزيائي العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة لاحظ أن كل من درجة الحرارة وحجم عينه من الغاز يزداد عندما يبقى كل من كمية العينة والضغط ثابتين إذن في الحصة الماضية قد ثبتنا درجة الحرارة اليوم سيكون تثبيتنا للضغط من الممكن أن نفسر هذه الخاصية بناء على نظرية الحركة الجزائية تمام معلوماتك العلمية السابقة عنها متى وأي كتاب أخذنا فيه نظرية الحركة الجزائية؟ إذن من خلال شريط الذكريات استرجع معلوماتك لكتاب كيميا 2-2 في الفصل الأول وهو حالات المادة كذلك في الدرس الأول وهو الغازات انظر هذه نظرية الحركة الجزائية تستطيع العودة لكتاب كيميا 2-2 والقراءة بشكل مفصل عن هذه النظرية تفسير الخاصية بناء على نظرية الحركة الجزائية سيأتيك ملخص عنها عندما تزداد درجة الحرارة تتحرك جسيمات الغاز وتصطدم أسرع بجدار الإناء الذي توجد فيه وبقوة أكبر إذن عندما أزيد درجة الحرارة ستصبح الغازات في حالة استنفار ستتحرك ستعطيني استدامات كثيرة الضغط يعتمد على عدد وقوة استدامات جسيمات الغاز بجدار الإناء وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط حتى يبقى الضغط ثابت لابد أن يزيد الحجم إذ تحتاج الجسيمات إلى الانتقال إلى مسافات أبعد قبل أن تصدم بالجدار مما يقلل من عدد استدامات الجسيمات بجدار الإناء الآن انظر لهذه الصورة وهي التجربة التي قام بها شاء عند تسخين الأسطوانة تزداد الطاقة الحركية لجسيمات الغاز لاحظ هنا 150 كيلفن قمنا برفع درجة الحرارة 300 كيلفن فماذا حدث لي الحجم؟ انظر هنا كان الحجم 300 ملي وأصبح 600 ملي إذن زاد الحجم مع زيادة درجة الحرارة إذن قارن بين الشكلين 2-4-1-4 من حيث المكبس سنقوم بالمقارنة ثم بعد ذلك نقوم بالشرح هذه التجربة الآن انظر إلى المكبس انظر ماذا حدث طبعا هنا في الشكل 1-4 وهو الخاص بقانون بويل كنا نتحكم في المكبس حتى أننا كنا نزيد الضغط ونرفع الضغط إذن المكبس هنا ليس حر إنما يكون تحت السيطرة تحت السيطرة للنحن الشكل الثاني لا هنا المكبس لاحظ أنه حر بحيث أن كلما ارتفع درجة الحرارة ينزل ويرتفع على حسب درجة الحرارة إذن في الشكل الأول وهو الخاص بقانون بويل هنا المكبس يؤثر في المكبس ضغط خارجي بالإضافة للضغط الجوي بينما في الشكل الثاني وهو الموجود في درس قانون شارل هنا المكبس حر الحركة الآن نعود للشرح لهذا الشكل انظر الآن هنا الضغط لاحظ أنه ثابت هنا لاحظ درجة الحرارة أقوم بتغييرها عندما أقوم بالتغيير لاحظ كان 250 عنده تقريبا حجم 2 بعد ذلك ترتفع إلى 450 أو 500 في تصل إلى 4 أو 4.5 إذن هنا عندما تزداد درجة الحرارة سيحدث زيادة في الحجم بحيث تعطيني علاقة بهذا الشكل انظر كي توضح الأسطوانة كيف يتغير حجم كمية محدة من الغاز بتسخينه درجة الحرارة والحجم الأول ما هي درجة الحرارة الأولى؟ 150 كالبين وما هو الحجم الأول؟ 300 ملي الآن طبعا الضغط هنا واحد والضغط أيضا واحد فالضغط لديه ثابت درجة الحرارة والحجم الثاني الحرارة أصبح 300 بعد زيادتها ورفعها تحت الموقد وأصبح الحجم معها 600 ملي يقوم الغاز الموجود في الأسطوانة برفع المكبس لاحظ أن المكبس حر فبالتالي سيرفع المكبس إلى الأعلى حتى يتساوى الضغط الواقع عليه مع الضغط الجوي فيكون هناك حرية في الحركة ويزداد الحجم معها بالنسبة للقيمة لحظ الحجم 300 اقسمها على 150 الحرارة ستعتني 2 ملي لكل درجة كالبين واحدة إذن ثابتة هنا هنا أيضا 600 اقسمها على 300 إذن ستعتني 2 ثابتة إذن القيمتين ستكون متساوية طبعا لأن كل ما رفع درجة الحرارة قيمة واحدة سترتفع معها الحجم أيضا قيمة إذن سيكون هناك علاقة نوعها علاقة ماذا؟ ضردية أحسنتم إذن نلاحظ ازدياد حجم الغاز المحصور عنده واحد الضغط سيكون ثابت بزيادة الحرارة في الأسطوانة لذلك ستكون المسافة التي تتحركها لاحظ المسافة هنا لاحظ المكبس المسافة هنا لـ 300 ملي لاحظ المكبس فوق هنا في الشكل الثاني والحجم الثاني الجديد ارتفعت إلى أعلى أصبحت المسافة مضاعفة إذن سيصبح هنا تضاعف لحجم الغاز ننتقل الآن إلى رسم العلاقة بين درجة الحرارة والحجم طبعا إذا كانت الحرارة مقيسة بدرجة سيلولوزية لاحظ درجة سيلولوزية لاحظ هنا الصفر هنا موجب هنا السالب إذن ستكون القيمة إذا كانت درجة الحرارة مقيسة بالسيلولوزية ستكون القيمة لماذا؟ لاحظ هنا عند سالب تقريبا مية وخمسة وعشرين أو مية ثلاثة وعشرين ستعطيني ثلاثمائة ملي وعند تقريبا سبعة وعشرين درجة سيلولوزية ستعطيني ثلاثمائة ملي هل مرت بالصفر؟ لا لم تمر بالصفر إذن نوضح الشكل الثنين أربع العلاقة بين درجة الحرارة والحجم لمقدار محدد من الغاز تحت تأثير ضغط ثابت حيث أن المنحنة هنا أصبح لدي خط مستقيم أيضا انظر معي يمكنك توقع درجة الحرارة التي يصبح عندها الحجم عند الصفر لاحظ هنا عند الصفر إلى درجة الحرارة أدنى من الدرجة التي تم قياسها عن طريق مد الخط ستصبح القيمة سالب 273 سالب 273 أين قرأت هذا الرقم؟ أحسنتم عندما قم بتحويل درجة سيلولوزية إلى كالفين سنستخدم هذا الرقم الآن في الرسم البياني الأول لديك في الكتاب رسمين بيانيين أحدهم مقيس بدرجة سيلولوزية والآخر مقيس بالكالفين عند قراءتنا لهذا الرسم البياني الأول لاحظ درجة الحرارة التي تكون عندها الحجم صفر ستساوي لاحظ السهم الأحمر ستعطيني القيمة السالب 273 إذن هنا أصبح الحجم صفر عند سالب 273 أصبح الحجم صفر ما هي نوع العلاقة؟ هنا علاقة خطية نعم ولكنها ليست مباشرة ليست تناسب مباشر لماذا ليست تناسب مباشر؟ هل مرت بالصفر لم تمر بنقطة الأصل؟ الخط مستقيم لم يمر بنقطة الأصل إذن هنا هي فعلا نوعها علاقة خطية ولكنها ليست تناسب مباشرة أيضا المضاعفات لاحظ المضاعفات درجة الحرارة من 25 إلى 50 لاحظ القيم هنا لا تعطيني مضاعفات للقيم في الحجم فهنا ليست مناسبة للقياس بالنسبة للرسم البيان الثاني انظر الآن انظر الآن لاحظ معي يبين العلاقة بين درجة الحرارة المقيسة بالكالفين والحجم نوع العلاقة هنا علاقة طردية والتناسب هنا تناسب مباشر لماذا تناسب مباشر؟ لاحظ أنها مرت بالصفر المسمي الصفر المطلق إذن تقابل درجة الحرارة الصفر كالفين لاحظ هنا الصفر الكالفين حجما مقداره صفر ملي حجما مقداره صفر ملي إذن هنا نوع التناسب تناسب طردي وأيضاً تناسب مباشر عند مضاعفة درجة الحرارة يتضاعف الحجم كيف ذلك؟ لاحظ درجة الحرارة 150 هنا أصبح الحجم 300 لاحظ درجة الحرارة 300 هنا أصبح الحجم 600 إذن عند مضاعفة درجة الحرارة يتضاعف الحجم أيهما أنسب استخدام درجة تدريج سيلولوزية أم استخدام تدريج الكالفن؟ طبعاً الكالفن أحسنتم الصفر على تدريج كالفين يعرف به هذا هو الصفر يعرف بالصفر المطلق الصفر المطلق تعريفه يمثل أقل قيمة أقل قيمة ممكنة لدرجة الحرارة التي تكون عندها طاقة الذرات أقل ما يمكن فنسميه الصفر المطلق اختبار الرسم البياني فاستر لماذا يوضح الرسم البياني الثاني في الشكل 2-4 تناسب طرد مباشر في حين لا يمثل الرسم البياني الأول ذلك في الرسم البياني الأول لم تمر بنقطة الأصل بالنسبة للرسم البياني الثاني مرت بنقطة الأصل أيضا مضاعف الدرجة الحرارة يؤدي إلى تضاعف الحجم إذن مر بالصفر بالنسبة للحرارة وبالنسبة للحجم بالنسبة للرسم البياني الأول لا يوجد تناظر بينهما أيضا لا تؤدي مضاعف الدرجة الحرارة إلى تضاعف الحجم وهذا هو الفرق بين الاثنين إذن الآن ننتقل بنفس الطريقة القانون بو ننتقل لتعريف قانون شارل تعريفه حجم كمية محددة من الغاز هنا نوع التناسب طردي مع دررة الحرارة بالكلب واليوم سيكون تثبيتنا للضغط ولاحظ أننا لم نتحدث عن الضغط هنا قلنا أنه ثابت المتغيرات هو عبارة عن الحجم يقاس باللتر ودرجة الحرارة تؤرمز لها بالرمز T المتغير الثابت هو الضغط يؤرمز لها بالرمز B نوع العلاقة بينهم علاقة طردية بين الحجم ودررة الحرارة اتجاه المنحنة سيكون خط مستقيم يمر بالصفر المطلق يمر بالصفر المطلق طبعاً لابد أن تثبت هذا الرسم البياني لأنه هو الصحيح الآن نستنتج القانون انظر عندما كان درجة الحرارة هنا تقريباً عند 250 لاحظ ماذا حدث للحجم لاحظ ماذا حزاد إذن عفواً عن درجة الحرارة الحجم عندنا اللي هو كم لدينا ثلاثة ودرجة الحرارة اللي هو 250 إذن V1 على T1 الآن انظر الحجم الثاني الحجم الثاني وصل إلى خمسة ودرجة الحرارة وصلت تقريباً إلى 450 أو 500 إذن V2 على T2 لاحظ أن الحجم ثابت إذن عفواً الضغط ثابت إذن الضغط لدينا ثابت إذن استنتاج القانون V1 على T1 تساوي V2 على T2 والضغط لدينا ثابت إذن هذا هو قانون شارل إبارة عن V1 على T1 تساوي V2 على T2 وهو لدينا بما أنه على قطردية قسمة حجم كمية محدة من الغاز على درجة حراب الكلف عند ثبوت الضغط الضغط يساوي كمية ثابتة أيضاً ماذا تعني V1 وماذا تعني T1 تعني الحجم ودرجة الحرارة الابتدائية حسنتم V2 وT2 تعني الحجم ودرجة الحرارة الجديدة إذا عرفت متغيرين ستعرف الثالث أو إذا عرفت الثلاث ستعرف المتغير الرابع عند استخدام قانون شارل يجب التعبير عن درجة الحرارة بالكلف لأنه هو الصحيح فلابد أن نقوم بتحويل درجة الحرارة من سيلولوزية إلى كلف عن طريق إضافة 279 إلى القيمة ستعطيني درجة الحرارة بالكلف لا ننسى هذا في المسائل التدريبية الآن مثال 2.4 قانون شارل إذا كان حجم بلون هيليوم 2.32 لتر إذا هذا V1 داخل سيارة مقلقة عن درجة الحرارة 400 لاحظ سيلولوزية نحتاج تحويل إذا وقفت السيارة في ساحة البيت في يوم حار وارتفعت درجة الحرارة إلى 75 إذا هذا T2 فمع حجم الجديد إذا المطلوب V2 للبالون إذا بقي الضغط ثابت فهنا أعرف مباشرة أنه قانون شارل لأن المعطيات لدي حجم ودرجة حرارة والضغط هو ثابت إذا هذا هو تحليل المسألة بالنسبة لمعطيات أعطاني T1 والT2 وأعطاني V1 المطلوب هو V2 أولاً لابد أن تحول درجة الحرارة السيلولوزية إلى كيلفن سنستخدم معامل التحويل عبارة عن TK أو درجة الحرارة بالكيلفن سنجمع عليها 273 إذا نعوض هذه درجة الحرارة الأولى 40 زادة 273 ساعدني 313 بالكيلفن ودرجة حرارة الثانية أيضاً 75 زائد من 273 ساعدني 348 بالكيلفن ثم بعد ذلك نستخدم قانون شارل لإيجاد V2 وأعوض بالقيم المعروفة في المعادلة التي يعيد ترتيبها أكتب نص قانون شارل V1 على T1 تساوي V2 على T2 وطبعاً حتى توجد V2 لابد أن تقوم بضرب وسطين في طرفين بعد ذلك تقسم على T1 ستعطيني القيمة هي V2 تساوي V1 مضروبة في كسر T2 على T1 وأنا أقول دائماً أن تكون المتغيرات المتشابهة فوق بعض حتى تحدث الوحدات بعد ذلك تقوم بالتعويض تعويض لاحظ هنا V1 2.32 لتر ستكون درجة الحرارة بالكيلفن فوق بعض كسر بعد ذلك تحدث الكلفن تقوم بالحساب الصحيح سيعطيني بعد الضرب والقسمة 2.58 لتر بالنسبة لتقويم الإجابة الزيادة في درجة الحرارة بالكيلفن صغيرة نسبياً ستكون الزيادة في الحجم أيضاً صغيرة نسبياً هنا استخدمنا وحدة اللتر في الإجابة وهي يبارع عن وحدة الحجم وهناك أيضاً ثلاثة أرقام معنوية وهي هنا لدينا إذن الإجابة ستكون صحية مساء التدريبية في فقرة أربعة لديك في الكتاب المدرسي ما الحجم الذي يشغله الغاز في بلون الموجود على اليسار عند درجة 250 كيلفن 250 كيلفن هل أحتاج تحويل؟ لا هي موجودة لدي بالكيلفن أيضاً لدي القيم 4.3 لتر هنا 350 وهي الإبتدائية إذن هذا الـ V1 هذا الـ T1 هنا أصبحت الـ 258 إذن لاحظ سنحتاج ما الحجم الجديد الذي نحتاج من حسابه هو الـ V2 ستكون القيمة أو القيم كالتالي هنا بعد القسمة هو الضرب طبعاً تحذف الوحدات المتكررة سيعطيني 3.1 لتر فهنا لا نحتاج التحويل لأنها أساساً معطى لدينا بالكلب سؤال 5 شغل غاز عند درجة حرارة 89 درجة سيلولوزية حجم المقدار هو 0.67 لتر عند أي درجة حرارة سيلولوزية سيزيد الحجم ليصل إلى 1.12 لتر لحظة المطلوب درجة حرارة سيلولوزية فنحتاج بعد الحساب أن نحوله من كالفن إلى سيلولوزية فهنا لدينا فكرة أيضاً في هذا السؤال لأن المطلوب لدي حرارة سيلولوزية طبعاً لابد أن تمشي في الخطوات بشكل صحيح بدأ ذلك تقوم بالتحويل إلى سيلولوزية إذن درجة الحرارة الأولى 89 درجة سيلولوزية أجمع عليها القيمة اللي هو 273 ستعطيني بعد ذلك 362 بعد ذلك تكتب قانون شارل والتريد حسابة T2 ثم تقوم بالتعويض تقوم بالتعويض وانظروا لدينا الآن 200 و... عفواً 300 هنا القيمة تصحيح فقط هنا 362 كالفن مضروبة في 1.12 لتر على 0.67 لتر طبعاً هنا حسبت بالكالفن 625 المطلوب بدرجة الحرارة سيلولوزية سأخذ القيمة 605 سأطرح منها 273 سأطرح منها 273 حتى أقوم بتحويلها من كالفن إلى سيلولوزية ستعطيني 332 درجة سيلولوزية سؤال 6 إذن خفضت درجة الحرارة السيلولوزية لعينه من الغاز حجمها 3 حجمها إذن V1 3 من 80 إلى 30 ثم الحجم الجديد للغاز طبعاً من وإلى إذن هذه T1 هنا T2 إذن T1 80 إجمع عليها 273 ستعطيني 353 كالفن الثانية هي 30 إجمع عليها 273 ستعطيني 300 كالفن تكتب القانون الخاص بشار فالمطلوب فهم الحجم الجديد إذن المطلوب V2 بعد ذلك تقوم بالتعويض ستعطيني القيم بعدما تحذف الوحدات والضرب والقسمة 2.58 2.58 لتر في سؤال التحفيز أيضاً يوجد لدينا فكرة مشابه مشابه للسؤال إذا أخذناه في قانون أبوالي الآن أنظر يشغل غاز حجم المقدار هو 0.67 لتر عند درجة حرارة 350 كلفن ما درجة الحرارة اللازمة اللي يخفض الحجم لمقدار 45% خفض إذن طرح 45% إذن سنحتاج أن نحسبها مثل طريقة في قانون بويل إذن 45 تقسم 100 ستعطيني 45 من 100 45 من 100 أضربها في الحجم لأنه قال خفض الحجم إذن سنستخدم الحجم المعطأ لدي سيعطيني 0.305 أو 301 من 1000 بعد ذلك يقول لي خفض إذن طرح إذن سنطرح 0.67 ناقص 0.30 ستعطيني القيمة 0.368 هذه هي الطريقة في خطوة واحدة لكن هنا بالتفصيل بعد ذلك تكتب القانون المطلوب ما درجة الحرارة اللازمة إذن T2 ثم تقوم بالتعويض طبعاً T1 لاحظ أنها موجودة بالكلفن فهلا نحتاج هنا التحويل إنها جاهزة لدينا جاهزة انظر الآن سنقوم بحذف الوحدات المتكررة للتر ستعطيني 190 كلف الآن التقويم أكمل الفقرة أدنى مستخدم من المصطلحات الآتية يمكنك استخدام المصطلحة كثر من مرة هذه الفقرة استخدمناها في قانون بويل اليوم سيكون عن شارل يربط قانون شارل بين الحجم ودرجة الحرارة إذا بقي الضغط وكمية الغاز الثابت أكتب عن يمين كل جملة في أدنى ما ينسبه يزداد ينقص تبقى دون تغيير إذا كان حجم الهواء في الرئتين يزداد قبل الزفير فماذا يحدث لدرجة الحرارة في الرئتين؟ نحن قلنا الحجم يزداد إذن درجة الحرارة ماذا يحدث لها؟ تزداد أحسنتم ماذا يحدث لحجم الهواء في كيس وضعت فيه فطير وحكم أغلقه ثم وضعت في الثلاج فالثلاج جمعنا أن ماذا حدث للحرارة؟ انخفضت إذن ماذا سيحدث للحجم؟ أيضا سينقص إذا تم تقليل درجة الحرارة لغاز حجمه أربعين إلى النصف أربعين إلى النصف نصف الأربعين كم؟ سيكون عشرين أحسنتم إذن حجم الغاز سيكون عشرين لتر إذا تمت مضاعفة درجة حرارة غاز حجمه ثلاثين ما هي مضاعفة ثلاثين؟ سيكون ستين أحسنتم ينص قانون الشار على أن حجم كمية محدودة من الغاز يتناسب فراغ مع فراغ عند ثبوت قانون شار نحن نعرف أنه طردي إذن سنحدث الأولى وسنحدث الثالثة أيضا استخدمنا فيه درجة الحرارة بالكلفن إذن سنحدث درجة الحرارة السيلولوزية إذن الجواب الصحيح ستكون درجة الحرارة هنا سميت بالمطلقة لأنها استخدمت صفر المطلق أو تسميها بالكلفن وأيضا الضغط إذن هنا ستكتب طردي هنا مع درجة الحرارة بالكلفن عند ثبوت الضغط إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ قانون شار رسم العلاقة بين درجة الحرارة والحجم استخدام قانون شار ثم بعد ذلك مسائل تدريبية نشاط منزلي استنتج لماذا تضغط الغازات التي تستخدم في مستشفيات ومنها الأكسجين ولماذا يجب حمايتها من ارتفاع درجة الحرارة؟ ماذا يحدث للغاز إذا ارتفع درجة الحرارة؟ ممكن يحدث في جارة حسنتم ماذا يجب أن يحدث للأكسجين المضوط قبل استنشاقه؟ إلى هنا الطلاب ينصل لنهاي الدرس لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته